اشتركوا في القناة شخصياً لك خصوصية هاي الفترة الميلادية، فترة البربارة، فترة الأعياد، فترة التزيين، فترة الرحلة الميلادية هاي كلياتها شو بتعني لك؟ أنا قبل ما يبدأ الميلاد أنا من محبي الشتاء موليد السيف أنت ولا لا؟ لا أنا موليد الشتاء لأنه عادة موليد السيف بحب الشتاء فعشان هيك سألتك لا أنا ولدت بـ 92 هيني السنة الوحيدة اللي أثلجت بالجليل كلها فأنا من محبي الشتاء جاء عائلة بحث يعني على الآخر، اللي عادة حواله النار، وتزيين الشجرة، والبربارة يعني بالتقوس هي كلياتها بتحتم علينا أنه تجتمع كل الليلة عساس نقدر نعمل الإشي زي ما لازم فإنك تزيين شجرة بحاجة لأن الأهلك يساعدوك بدك تعمل بربارة بحاجة لكل يشغل عشان زي ما شفنا بالفيديو كله عبساعد كله فالجو العائلة هيك بفرض نفسه يعني بتعيش الروحانيات بمفهوم أوسع وأكبر رائع، رائع، نائل كيف أجواء العيد بيسخنين؟ قدش الأجواء هيك روحانية جميلة في أجواء الميلاد كمان، فرحة الأطفال، حكي لنا شوي التفاصل الثلاثة النفت كان في عنا إضاءة الشجرة بيسخنين، كان احتفال هيك خفيف لطيف جداً حلو بواحد وعشرين راح يكون في عنا برنامج خاص بصل الأطفال الصغار يوم طويل بعضيها راح نعمل إحنا حفلة خاصة فينا بشبابنا هيك، عنا بيسخنين مش حبيين نطلع باردة البلد شوي هذا العيد راح يمر علينا غير كل الأعياد لسبب إنه الأحد الجاي بيصادف في عنا ذكرى وفاة ابن عامة اللي هو الدكتور جوجل اللي طرف قبل 16 أشهر، فهيك بنفس الوقت مش حبيين نحرم فرحة العيد من أولاد الصغار لأنه أولاد الصغير ما بيفهم شو بهاي الأمور اللي دور والبيئة علينا إحنا بكبار نتحمل هاي اللي شمال إن شاء الله إن شاء الله بيكون آخر الأحزان يا رب، إيش بدأ تسمعنا؟ نسمع رعد وشتي لهودين الصافي نسمع مقطع نسمع رعد وشتي برق و تالج و رياح عالقش طفل صغير جايب هدايا كتير حامل بإيده لسما مفتاح هالي 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 لولو يا خجلة التجان من جبين أحلى جبين ترى ابن السماء عريقا بمغارة الرعيان يا خجلة التجان من جبين أحلى جبين ترى ابن السماء عريقا بمغارة الرعيان ريش نعام وهالحرير يميل رعد وشتي برق و تالج و رياح عالقش طفل صغير جايب هدايا كتير حامل بإيده لسما مفتاح هالي 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 لولو تلليت عالمعمور حامل رسالة نور عن جوهر الإيمان أندي للإنسان تعمر ديني و دهور تمحي دهور رعد وشتي برق و تالج و رياح عالقش طفل صغير جايب هدايا كتير حامل بإيده لسما مفتاح هالي 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 لولو رعد وشتي برق و تالج و رياح أه شكرا الله نائل هكا دخلتنا بجوه كونسرت ميلادي وهي الأجواء و قدش ما شاء الله عليك صوتك كتير جميل بهاي الخرمواط الموسيقية و الترانيم نائل في مشاركات خاصة على الميلاد إن كان بالكنيسة مهرجان فعالية كان في عمدي مشاركة خفيف لطيفة بس كانت بالزباب دي كونسرت ميلادي خفيف لطيف كان جو جدا رائع المحبة كانت طاغي بشكل جدا رهيب لدرجة أول مرة ما بحبش إشي أو كونسرت أنه يخلص يستغل محبتش أطلع من المحل اللي أنا فيه كان جدا رائع مشاركات ميلادية خاصة بالميلاد لا ما كان فيه ولكن الأربع النفط كان في عنا مشاركة بالزوقة عرضة لطلاب العرب بالتخنيون وهذه كانت المشاركة الأخيرة إلا أنه أنا بالعيد بفضل بشكل عام كل عيد بفضل أكون مع الأهل لأنه مش دايما بحب أستغل وقت مع الأهل اللي بيكون اللي يكونش موجود بك مزبوط أيضا لأي درجة بتعليم الأولاد تعليم الأطفال بتمرر لهم بالفترة الميلادية هاي الرحنيات وهذا القلب الصافي من سنتين بلشت مهنة التدريس عن طريق الوزارة بمدرسة أمن رشد عرابي وطبعا المدير إناس ربح بوجيه لكل التحيات وللطاقم التدريس هناك لأنه آمنوا بالموسيقى طبعا الموضوع اللي أنا فيه وعندي غرفة موسيقى من أرواع الغرف اللي هلا موجودة قديش مهم أما رأي لأن أنا شخصيا بتعامل مع هذا الموضوع مش بفترة معينة مهم لإلا أمره كل خلال السنة السنة لأنه أنا شخصيا كل درس بيبلش عندي حتى الطالب صف الأول وطالب صف سادس أول سؤال بسأله مع أي شعور أنت قمت الصبح من التخت واجهة لعندي على الدرس ومع أي شعور أنت طالع من الدرس فمهم لإلا أتواصل مع شعور هنا كثير ما أحلى وخاصة أنه أخذ موضوع التدريس كخطوة جدية للأمام ومختلف عن الإشي التقليدي آه طبعا لازم يعني أجل وقت يمكن ممكن لإني موضوع الموسيقى بحب أتواصل مع حسيس الناس والإشي اللي عم بفتقده مجتمعنا إنه إحنا ما نتعامل مع إحساس البنقدم يعني لما براوح الطالب على البيت منسأله شو جيبت علامي قديش جيبت بالإملة ما منسأله حكاية تبكيت مزهت أقول ما منسأل مع الجانب الشعوري فأنا بشوف هنا دوري إنه أنا أبلش أتواصل مع شعور الطلاب الصبح وكان بالحرق سوا بفترة الميلاد اللي بيصير الإشي أكثر وأكثر أنا داك تسمح لدى أوجه تحيي للمدرسة اللي شوي فاتني اسمها أي مدرسة ذكرت؟ ابن برشد عرابي كل الاحترام لأنك ذكرت جاهزين لغرفة موسيقى طبعا أنا على وقت كان طبعا الإمكانيات كانت محدودة والإشياء مختلفة لكن كان يفوت الأستاذ مع العود وهذا كان يكون درس الموسيقى اليوم عم نحكي على استثمار أكثر يمكن فيه جنب طبعا مهم جدا للطالب لما بدأ علمه أنا موضوع معين وخصوصا الموضوع الموسيقى اللي هو موضوع هلقد الطالب بالنسبة إلنا يمكن إحنا أنه هو منفس للطالب اللي بيقدر عن طريقه يعبر عن نفسه بطريقة جدا سلمية كان الفنون أو الموسيقى أو الرياضة هنا ثلاث طرق للتعبير عن النفس بطرق جدا سلمية ومجتمعنا اليوم هو بيعطيهن المرتبة الدونية لتحد وبالوقت اللي مجتمعنا رح يضل يعطيهن هاي المرتبة الدونية رح يضل الطالب يدور على إطار اللي يفرغ فيه عن نفسه حتى لو كان عنف فلا عندي غرفة جدا رائعة ومكتملة من كل النواحي حتى الحيطان بتحكي ومهم لأيه للطالب لما أنا أكون في عندي غرفة موسيقى وما أجيش فيها الموسيقى وأستاذ بدنا نطلع غرفة الموسيقى وأستاذ عم نستنى بالغرفة هذا كل يوم بخلينا أقوم بالصبح بما أضحكها الأدى وآخر يعني على الكريسماس أنا قاعد بالغرفة تيجي بين الطابق الثاني بتصيح وأستاذ والأستاذ بقولها نعم فتتلي مع علبة شوكولاتة كي بتقولي ميري كريسماس بعدها بحصة فتت على اللوح على صف ثاني مكتوب اسم هيك ما أحده قلب حب وأنا بالنسبة إلي الإشي تعذى إنه مجرد هاي الأشياء بسيطة بس قداش بتعطيك هيك أو شي فيها كتير قيمة معنوية بس كتير حيلة كل احترام قيمة جدا رائعة الكشاف كمان بين إيديكم موجود صحيح؟ طبعا الكشاف تأسس هاي السنة بلشت فيه جديد بما أني كوني صلى عشر سنين اتطوع بالكشاف ومبارح رواحت من مخيم اللي فيه اتطرقنا لموضوع العنف طريقة التعامل مع قضية العنف مهم لإليها أسس جيل عن جد ملتزم واعي ومثقف منتمي وهي القيمة شخصيا تربيت عليها من عشر سنين ومهم لإليها أمرأ كل قيمة أنا بأمن فيها بشوفه مناسبة مهم أمرأ أهل طلابي بلشنا من السنة وإن شاء الله مستمرين يا رب يا رب إيش حب هيك تمر لنا كمان أغني مقطع أغني ولا ترتيلي إنتي شو حاب إحنا بعد أهواري فيه مجال إنه قصة وبعدين بعد اللف طب رح يكون فيه معنا مقطعتين إنتي لإلكت ننهي بترتيلي حلو صح ننهي بترتيلي أو ننهي بإشي ميلادي طيب تمام ننهي بالإشي الميلادي قصة نعمل ترتيلي يلا يطلع للبكي يلا طلع للبكي نحن وقاعدين لآخر مرة سوى وساكتين طلع للبكي نحن وقاعدين لآخر مرة سوى وساكتين بعيونك حنين وبسكوتك حنين لو بعرف حبيبي حبيبي بتفكر بمين آه لو بعرف حبيبي بتفكر بمين نحن نحكي بما إنك فتحت موضوع العنف وإحنا يعني ممنقدرش هذا الصباح كنا بعد هاي الليل الصعبة بدون ما نحكي عن هذا الموضوع وذكرت قديش عم تهتم هيك تمرر قيم واليوم نائل رغم إنك أنت شاب في مقتبل عمر إن شاء الله العمر كله بس في مسئولية عليك بمجرد كمان أنك أنت موجود في قبعة معلم مربي في مؤسسة تربوية والحلو أنك عم تتعامل مع الأطفال كمان بروح الموسيقى وبقبعة معلم الموسيقى وإحنا دهما بنقول الموسيقى هي علاج فأنت عم تهتم كمان بأنك تمرر القيم وكمان أنك تكون معلم موسيقى بطريقة مش تقليدية كيف عم بتشوف تفاعل ردود الفعل؟ قديش عم بتشوف أنه وكأنه في هيكا معجونة بين إيدينا وعن جد إحنا بنقدر نتحكم يمكن في كيف نكون ملامح هذا الطفل أو هذا الطالب ونبعده عن هاي الظواهر أنا سبق وممكن يتبط رأيت للثلاث مواضيع الأساسية اللي هنه رياضة وفنون وموسيقى إنه هنه ثلاث طرق للتعبير عنه نفس بطرق جدا سلمية بعيدة عن العنف كليات وقفة العنف اللي منتشرب ومجتمعنا وكل الوقت اللي مجتمعنا مش عم بعطي هذول المواضيع أهمية رح يضال مجتمعنا من سيء إلى أسوأ لأنه إذا يمكن هيك بنعمل مقارنة خفيفة بين الغرب وهون عندين المسارح وعندين الكونسرتات عندين على الشارع بيس فبكل محل هناك بيتعاملوا مع الروحانيات بشكل جدا أعمق من عنا أو عنا بنعطي موضوع الروحانيات هيك موضوع دوني حتى لما الولد بيجي دي يبكي بنقول له لا ما تبكيش لما أنا بمر على ولد بالمدرس ببكي أبو أكامل بك عندك شعور لازم تطلع لازم تتعامل فرغ فرغ مش غلط لوحد يفرغ عن نفسه وإذا اليوم هيك باجي أنا أنا يمكن بتعامل مع الموضوع الموسيقى بشكل جدا روحاني أعمل من أنه موسيقى ممرء بطريقة روحانية لأنه مهم للي أنه مش الطالب يفهم مهم للي ألامسه من جوا بالموضوع نفسه فبس قالي كثير هيك الشباب بيجي لي ليه يطبلوش تغيرو بقولونا أنه إحنا نغيرش مجتمع قلت له بس إحنا أنا وإنت هو المجتمع مش لكبار وإذا أنا بشوف أنه إحنا مجتمع هني يمكن أنا بعد اللي عشرين سنة بعد عمر طويل يمكن هني المجتمع اللي جاي علينا مهم للي أورث لأولادي وللناس اللي راح ييشوا بعد المجتمع اللي أنا بطمح عايش فيه وهني المستقبل هني المجتمع فمهم للي أكون المجتمع اللي أنا بطمح أشوفه لقدام خلق عشرين سنة نائل معاك دي أخيري له جمهورك ولا كل الناس نسمع منك بدي هيك الشغلة صغيرة بتمنى مجتمعنا يبطل مجتمع تحصيلي يصير يتعامل مع موضوع الأحسيس بشكل جدا أعمق وبتمنى نعيش الميلاد بمفهوم أعمق من اللي عم نعيشه اليوم لأنه مفهوم الميلاد بطل زي مفهوم قبل وكل ما منتقدم بالوقت المفهوم الرحنيات عم بتروح لمفهومات جدا سيئة كل عام ونتوا بخير وإن شاء الله مشتمعنا ينعاد عليه بوضع أحسن اللي شوفناه خلال هاي السنوات نختم بترتيلي نختم بترتيلي وإحنا من الأولى المشاهدين بكرة حلقة جديدة إن شاء الله كل عام وجميع بقى الفخير وكونوا منع شكرا لكم دق إبواب بها الليلي اللون عليهم ينعاد قول لك الإصحابي وأهلي ضحكات أحلى الأعيا ضوش موع شمع شمع صح لدموع دمع دمع إلا يا أحزان فلي هاي ليلة عيد الميلاد خلي الناس اليوم تصلي خلي الضحك إلى الأولاد ولا تنسى تزين لون شجرة تاخد لون أمحي المزروع تحضر مغارة للعضرة قبل الكلم ذوات يسوع عالشباك تركل قلبي لفو بي أشواء وحبي عالبابي صنوبرة خضرة راسا للسماء مرفوع يفرح ميلاد بسحرة ما يبقى قلب موجوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر